زعيم ميليشيا بدرهادي العامري هو الاوفر حظا لتسنم رئاسة الحكومة في العراق وفي اسوأ الاحوال لن تخرج رئاسة الحكومة من ايدي العبادي او المالكي هكذا لقص زعيم ميليشيا العصائب الخزعلي المشهد السياسي في العراق قبل الانتخابات البرلمانية في ايار المقبل حديث الخزعلي كان واضحا اذ اكد ان تحالف الفتح ستكون له الكلمة الفصل في اختيار رئيس الحكومة القادم بغض النظر عن باقي المترشحين فتحالف الميليشيات او ما يطلق عليه بتحالف الفتح تتحدث قياداته بارياحية عن فوز مضمون وبالاغلبية في الانتخابات المقبلة كلمات الخزعلي لم تأتي من فراغ فواقع العراق اليوم يقول ان من يحكم بقوة السلاح ويحظى بدعم خارجي لن يقلق كثيرا في مسألة الفوز واقع تحدثت عنه مجلة ايكونوميست البريطانية بالقول ان المنافسة على منصب رئاسة الوزراء ستكون بين العبادي والمالكي الا ان المجلة استدركت بالقول ان القائمتين لن تحصلا على اكثر من ثلث اصوات الناخبين وهذا يعني ان تشكيل الحكومة سيعتمد على تشكيل تحالفات مع الاحزاب الاخرى المشاركة في الانتخابات فكل من العبادي والمالكي لن يستطيعا بتحالفيهما ان يشكلا الحكومة وان ائتلفا من دون اللجوء الى تحالف الفتح بزعامة العامري فكلام زعيم ميليشيا العصائب هو ليس استعراضا للعضلات بل هو الواقع السياسي بعينه وهذا يعني ان الاحزاب الحاكمة لم تعد بحاجة الى التحالف مع الاحزاب السنية او الكردية لتشكيل الحكومة كما كان يحدث في السنوات السابقة لكن اللافتة في هذا السياق هو ان قادة الميليشيات بدأوا بتحديد المناصب القيادية قبل اقل من شهر على بدء الانتخابات البرلمانية ما يثير الجدل مجددا حول نزاهة هذه الانتخابات